بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية دكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة نظمت السفارة الفرنسية احتفالية بمناسبة مرور خمسين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين بهذه المناسبة سلم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وسعادة السفير الفرنسي عددا من الميداليات لعدد من الشخصيات التي جسدت العلاقات البحرينية الفرنسية في مختلف المجالات وخلال الحفل أشهد السفير الفرنسي بروابط الصداقة والثقة الخاصة التي تربط البلدين دبلوماسيا لمدة خمسين عاما مؤكدا في الوقت ذاته على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها البحرين في المنطقة وبدورها الرائد في كثير من المجالات مضيفا أن الجمهورية الفرنسية على استعداد للوقوف إلى جانب البحرين لتأسيس خمسين عاما جديدا من التعاون مع مملكة البحرين يسعدنا الاحتفال بالذكرى الخمسون للعلاقات الدبلوماسية الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية احتفال هذا اليوم الذي يقيمه السفير الفرنسي لدى المملكة يعتبر نقطة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية للاحتفال بهذه العلاقة الوطيدة التي رسخت عبر السنين والتي نعتز بنموها المطرد في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها يسعدنا ان نحتفل بهذه المناسبة التاريخية مرور خمسين عام ونتطلع لأعوام قادمة مليئة بالنمو التجاري والاقتصادي والثقافي بين البلدين